اعتصم العاملون في شركة الأبيض للأسمد الأربعاء أمام مجلس النواب للمطالبة بما اسموا حقوقهم العمالية المستحقة على الشركة ويأتي الاعتصام لتأخر الشركة بدفع رواتبه المستحقة عليها منذ ثلاثة أشهر إضافة إلى إشراكهم في التأمين الصحي محمد الحجان يناب رئيس النقاب العامل العامل بالمنجوم التأثير اليوم ننفذ وقفة احتجاجية أو اعتصام أمام مجلس النواب وهو الاعتصام السادس تنفذ نقابة المناجم والتعدين للمطالبة بحقوق عمال شركة الأبيض للأسمد العمال صار لهم ثلاث شهور غير ما استلموا رواتبهم أيضا الشركة تعاني من مديونية كبيرة والشريك الرئيسي البحريني الذي يملك نسبة 62% من رأس مال الشركة بعض كتاب طبعا الشركاء اتفقوا على خطة تمويلية تبلغ 18 مليون دينار لإنقاذ الشركة الفوسفات الأردينية قدمت حصتها كاملة من رواتب من خطة إنقاذية ومبالغ الشركة الأخرى التي هي العربية للتعدين تملك 11% لم تقدم لا استعقاقات الرواتب ولا استعقاقات الإنقاذ أخونا الشريك البحريني لم يلتزم بالاتفاق الذي تم لغيات تمويل الشركة للغيات الإنقاذية ولا دفع الرواتب اشترط لتنفيذ هذه المطالب أربعة شروط الشرطة الأول تسريح كافة الموظفين أرديني مادة 31 التي هي 380 موظف أردين أيضا مارس أبشع أشكال التعسف على الموظفين بأنه لن يدفع استحقاقات وفرواتب شهر 9-10-11 إلا بعد أن يقوم الموظفين بالتوقيع والمخالصة النهائية القانونية في وزارة العمل وهذا الإجراء مرفوض وغير إنساني وغير أخلاقي والعمال كل واحد فيهم مسؤول وعنده أسر وعنده عائلات 380 موظف أردني وبالتالي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية عمالية أو قضية حقوقية ويقدر عدد العاملين في الشركة الذين لم يتقاضوا رواتبهم 380 عاملا حمد الفايز الحقيقة الدولية